تكمل استطلاع الأراء والتقييمات لما تم اليوم في محافظة المينيا لاسيما ما يتعلق بتوجهات السيد الرئيس ومعي الآن الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل السيد ناجي مساء الخير الخير السلام وأهلا بك إزاي الصحة أهلا بحضرتك يا فنم أيضا يعني كما سألت الأستاذ عمال الدين حسين تقييم حضرتك لما رأيته لما استمعت إليه من رسائل طمأنة بعث بها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي من المينيا وأيضا اهتمام الدولة بصعيد مصر الذي كان نسيا منسيا في فترة طويلة من تاريخ الحديث يعني بداية الرئيس من الارضة كان خطابه قصير وليس طويل ولكنه من أول كلمة لأخر كلمة حملت عدة رسائل أهمها أن ما تعيش مصر الآن من أزامات كان يستمره طويلا وأن بكرة أحسن من النهاردة رسالة التمئنان عمل منها الرئيس مقارنة بين مصر في 2013 ومصر في 2023 وعمل أيضا وشامل هذه المقارنة الأوضاع في مصر في 2013 والأوضاع في مصر والدول الأخرى المشابهة في 2023 الرئيس طبعا من ناسب أن هذه الأوضاع لأن نستمره طويلا وصاحب هذا الاتمئنان بأنه يعني أعلن قرارات يعني تعيين مصريين على مكافحة الغلاء بشكل لم يكن أحد يتوقعه كانت قرارات مفاجئة لكل نحن كنا عاديين في قاعة المؤتمر ونحن كنا نتخيل أن الأزمة الاسترادية الشديدة عالميا وينعاكس على مصر في الداخل بقوة سوف تمكن الرئيس من تقديم هذه الحوافز للمصريين وكل عميل بجهاز الدولة يشمل العاملين يشمل صحاب المعاشات يشمل منتفع بمعاش تكافل وقرامة يشمل لأول مرة تقليم العلم والعلماء أنه يمنح داخل إضافة لحميلة درجة درجة دي الماجستير والدكتوراه ليحفظ من قبل وده معناه أن مصر الجديد سوف تقرم العلماء وتعتمد العلم في المسألة فهم الرئيس قال النعارد ده كلامه هو بمساطح مشروعات بتغير وجه الحياة في الصعيد وذي المشروعات الصحة في المينيا ليست الأولى ولكن قبلها كانت في سهاج في 30 في يناير وقبل يناير كنا في المنصورة وقبل المينيا كانت في سينة في ظل أزم اكسادية شديدة جعلت معظم اكساد العالم تنكمش الرئيس مصرع على استمرار عمليات الديناء والتنمية في طول البلاد وعربها دي رسائل هو حسامها قبل ما ياريقراراته اللي أتعزل نسكه ده وعتدتنا نهيقرار الرئيس عزم وشابه عام السياسي من أكثر من 45 سنة إنه هو أكد إن مصر ماضية بقوة أضري بناء والتنمية وإنها في نفس الوقت الآن تنسى يعني إنحيازها لشعبها وإنها تخطف عنه هذه العباء والحزم الدكرة دي على الرئيس النهاردة هي عيسة بعيدة عن شهر رمضان وشهر كرم المفتين يسيبوا فيه وكانوا بعضهم بيفكر إزاي هيعيش في رمضان فهي تيجيها زيحة اللي كي تعينوا عن إنه هو إن شاء الله بشهر رمضان كما تعود المصيين شهر عبادة وشهر كرم ويمكن يعني زي ما حضرتك تفضلت الآن وزي ما تفضل أستاذ عمدد حدين حسين قبل قليل إنه إعلان هذه القرارات وهذه التوجهات الرئاسية جاء في توقيت مناسب لأنه يعني حتى من خلال كلام السيد الرئيس النهاردة هو يشعر بالقلق الذي يعني يعبر عنه المصريون سواء في أحدثهم العامة سواء في مواقع التواصل الاجتماعي مش كده أستاذ ني هو الرئيس النهاردة كان واضح إنه غير قلق وإنه يتابع كل يدور في شوشة في الميديا كلها وإنه يتغلوا المصيب إنهم لا يكرقوا وإن الغد أفضل وإنه يتابع وإنه عاسس بمعاناة الناس خطاب الرئيس عاسس بمعاناة الناس معناها إنه هو إن الرئيس والحكومة والمستعدين الشهر رمضان أيضا يعني معارس سلع أخر رمضان اللي هي بأسعاد مخفضة بعدين يتيجي دفعة فرنخ مستوردة علشان تعيد التوازن بسوق التواجد في مصر دي كلها معناها إنه ما يعينه ما يعينه من الشعب ما يعيشوا الشعب من أزمة أفصادية شديدة عالمية عكس على الداخل الرئيس والحكومة إن شاء الله سوف سعود المسطين على أكتيالها ودي جي نرد حزمة اللي هي زيادة دخل تقول لهم ده ألف جنيه بالألف جنيه وده أبلغ يعني كبير فدي كله ويتحمل الحكومة عباء مالية ضخمة فوق العباء اللي عليها فده معناها إنه 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 كنا في قارب واحد وإن سوكة الرئيس في المصيين وسوكة المصيين في الرئيس جعلته يعني يلزم الحكومة بهذه القرارات نعم أشكرك شكرا جزيلا لأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل